بما أننا بقى في شهر النصر شهر أكتوبر وشهر أكتوبر نحبه ويحبنا مبارح كان فيه خبر مفرح ومبهج لكل أهالي نفسينا وهو بدء التشغيل التجريبي لقطار التنمية من خلال عادة تشغيل خط سكة حديد الفردان بير العبد بعد غياب كم سنة بقى؟ خمسين سنة تم تشغيل القطار مجانا لكل أبناء وأهالي سينة اللي اعتبروا خطوة تشغيل القطار ده هدية جديدة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء أرض الفيروز بمناسبة ذكرى الانتصار العظيم في سينة تشغيل القطار حيتم مجانا بدءا من 12 وحتى 18 أكتوبر يا بسنت يعني خمسين سنة ده رقم كبير طبعا مش بتخيل ان خمسين سنة ما كانش فيه وسائل للتنقل بتساهل للناس عملية التنقلات لكن فعلا حدث تاريخي وخطوة مهمة من خلالها أهالي سينة هيقدروا ان هم يتحركوا بكل سهولة ويسر وكمان هيساهم في تشغيل دعم حركة النقل والمواصلات في المنطقة بجانب كمان ان القطار هيكون وسيلة نظيفة وسريعة للركاب غير انه مش بس هيعمل تنمية في سينة لكن كمان هيفتح أبواب جديدة للسياحة ويشجع الناس على زيارة الأماكن الجميلة هناك كمان لازم نركز على أهمية تشغيل خط السكة الحديدة الجديد لأهالي سينة الخط ده مش مجرد بس وسيلة الانتقال يعني لكنه وده المهم انه هو جزء من رؤية مستقبلية الهدف منها هي تحسن حياة المواطنين في المنطقة أحيانا بنتكلم عن تأثير حركة التنقل ما بين المدن وما بين القرى بشكل يوفر من الوقت والجهد بشكل كبير جدا على أهالينا في سينة الخط ده هيخلي الوصول للخدمات الأساسية أسهل بكتير جدا سواء كانت مدارس أو مستشفات أو حتى الأسواق يعني فعلا وجود الخط ده هيعزز من فرص العمل في سينة ويشجع مرة تانية الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحقيقة فيه كتير جدا من الشباب في سينة بيكون عندهم أفكار هيلة لمشروعات لكن هم بيبقوا محتاجين وسيلة نقل كويس عشان يقدروا أن هم ينفذوا أفكارهم دي على أرض الواقع كمان يكون لي تأثير بقى مباشر على النشاط الاقتصادي في المنطقة كلها وده معناه حياة أفضل لكل أهالي سينة نحن دلوقتي بنشهد بداية جديدة لسينة مع إطلاق المشروع ده نتمنى أن نشوف إن شاء الله سمار هذا المجهود قريب جدا نحن متحمسين المستقبل المستني أهالي سينة بعد انطلاق قطار التنمية موضوع مش بس بداية تشغيل خط سكة حديد لكن كمان هو رمز للأمل والتطور في سينة أهالي سينة يستحقق كل الدعم وكل الاهتمام يمكن مع تشجيل القطار بشكل مجاني خلال الفترة الأولى أكيد كلنا هنتوقع زيادة كبيرة جدا في أعداد الركاب ده حيشجع الأهالي على استخدام وسائل النقل العام وده حاجة مهمة جدا أن نستخدم وسائل النقل العامة بشكل أكبر بكتير ده مش بس هيدعمهم في تنقلاتهم اليومية لكن كمان حيساعد في تعزيز الوعي بأهمية استخدام المواصلات العامة كمان ده حيتيح فرص جديدة للطلاب إنهم يقدروا يروح المدارس يروح الجامعات بشكل سهل بشكل سالس واختصار طبعا للتكلفة واختصار كمان للوقت خاصة في ظل وجود مدارس وجامعات متميزة في مناطق مختلفة في سينة الأهم بأن القطار ده هيساعد على تعزيز الأمن والسلامة على الطرق يعني هو مش بس وسيلة تنقل لكن كمان هو جزء من تحول شامل في حياة المواطنين في سينة هيساهم بشكل كبير في بناء مستقبل حلو وقوي ليهم مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية إحنا بنتوقع مزيد من المشاريع الجديدة اللي هتنطلق في مختلف المجالات وزي ما كنا لسه بنتكلم من شوية أنه في شباب كثيرة جدا في سينة بيبقى عندهم أفكار لمشروعات مختلفة يعني ده هيدعم التنمية المستدامة في سينة في الحقيقة هي طالت كل حتة في نواحي سينة المشروعات دي بتعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة ألف مبروك على أهل سينة وألف مبروك لنا احنا كمان لأن احنا ناس كثيرة جدا بتحب سينة بتحب التنقلات جواها وبتحب تزور سينة فمبروك على كل مصر هذا الخبر المفرح والحلوة قوي على الصبح وحبينا أن احنا نبتزي به حلقتنا النهاردة مرة تانية بنصبح عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر